الموضوع عاقبة الوشاية للصف السادس الابتدائي استأذن أعرابي من أحد الخلفاء وتكلم أمامه ببلاغة نادرة فأعجب الخليفة به أي عجاب وأنعم عليه بجوائز سنية وقربه منه ثم أخذ يستشيره في أموره فحسده على هذه المنزلة الرفيعة حاجب الخليفة فدخل على الخليفة وكان منفردا فحياه وقال له يا مولاي إن الإعرابي الذي أنعمت عليه وجعلته من المقربين إليك يدعي إن لفمك رائحة كريهة وقد قال لي إنه سيدخل بعد يوم وفي يده منديل يرد به عن أنفه رائحة فمك فغضب الخليفة وأضمر للإعرابي الشر وفي اليوم الثاني دخل الإعرابي عليه وفي يده منديل فدفع إليه الخليفة كتابا يأمر عامله فيه بمعاقبة حامله وقال له خذ هذا الكتاب إلى عاملي بالبصرة فإني أمرته أن يهب لك مالا كثيرا فامتثل الإعرابي الأمر وذهب فلما كان بالباب بصر به الحاجب فقال له ما معك قال له كتاب أمر لي فيه الخليفة بعطايا فقال ادفعه إلي فإني محتاج وأجرك على الله فدفعه إليه وعاد الإعرابي إلى بغداد كعادته فقال له ماذا فعلت بالكتاب قال أعطيته لحاجبك فعجب الخليفة خليفة لذلك وقال لماذا دفعته إليه قال لأنه فقير بائس قال ألم تحمل بيدك هذا المنديل فأجاب فأجاب قال لي حاجبك إن لفمي رائحة كريهة تشمئز منها فعلم إلى اللعنة تعني أغرب تحضر